أخمس الحقيقة لماتش السوبر الإفريقي آه لسه شوية 25 يوم زي ما قلنا لكنها مباراة مرتقبة مهمة الأهلي فيها جاهز على ما يبدو الزمالك فيها بيسعى للتجهيز بأفضل شكل ممكن على قدر المستطاع وأول خطوة من التجهيز هي أن القيد اتفك النهاردة اليوم الاتنين وده اليوم اللي بيقلق منه الناس وبيحط قدوم على قلبهم تحديدا الزمالكوية وبعض الأندية الأخرى على مستوى الفيفا لما يطلع لنا الأبديت الجديد اليمين الفرق الموقوفة أو الممنوعة من القيد حذفة اسم الزمالك من القائمة الغير أو غير المرغوبة من أي نادي قائمة الممنوعين من الانتقالات من زمان ما شفناش ده لأنه حصلت لفترة سيارة كامي يوم بس بعد كده بعد ما تحلت أزمة خالد بطيب أو تجدولت المستحقات وتسوت القصة طرعت مستحقات فريرة ومستحقات مساعدي الرجل فالزمالك سددها يا كمان فبالتالي النهاردة اسم الزمالك مش موجود ضمن الممنوعين من القيد والزمالك أهقيد كمان اللعب الجديد بنتايك القادم من سانت إتيان الفرنسي وبالتالي إيه القصص العالقة اللي مش موقفة الزمالك عن القيد دلوقتي لكنها يعني مش أزمة حالية لكنها أزمة محتملة فرجاني ساسي باتشيكو مش قليرين الاتنين لكنهم آخر اتنين فيا مسهل وعلى فكرة أنا شايف بشكل واضح جدا غضب وقلق جمهور الزمالك عندهم حق بكل تأكيد بكل تأكيد لكنهم في النهاية كل قضية بتحل هي بمثابة حجر موجود على قلب مجلس الإدارة فكل ما بتشيل حجر من الأحجار دي أو من الحجارة دي هي بتخليك تعرف تفكر في حاجات من الرفاهيات اللي طبيعي أن جمهور الزمالك يفكر فيها بسبب قيمة الزمالك واسمه بكل تأكيد يعني على فكرة جوزيجو ميز نفسه ضغط بشكل أو بآخر أنا الآن أنا عايز صفقات أنا عايز أملأ الفراغات أنا عندي صغرات جوه الفريق وده واضح مش في مركز ولا اتنين بل في مختلف المراكز عشان كده الزمالك راح مجدد مع محمد عواد علشان يقفل الملف ده البلعوطي راح الناحية التانية من أمبي للبنك الأهلي وبيحاول وضم طبعا زهير أيسر في ظل أزمة أحمد فتوح واللي طبعا الحكم فيها الجلسة القادمة هتكون في منتصف الشهر الجاري بإذن الله وعلى جانب آخر برضو الراجل عايز سبع صفقات على الأهل فالزمالك النهاردة مثلا على ذكر الصفقات عنده لعب من ضمن اللاعبين الذين يفاوضهم